شباب ان شاء الله الفيديو ده هنحل فيه الامتحان التاني في المعاصر يعني فيه من فوق ناطحة سحاب كرة ترمت وبعد ثانية رمك كرة التانية كده كده هنفكس له حتى لو ما اقلش الديستانس ما بينهم هتزيد ولا هتقل هي لو فاكرين السؤال ده كرة القرانية بعد ثانية هتمشي متر وهدي الكرة التانية بعد ثانية كمان هتمشي ثلاثة متر هتكون دي مشيت متر فمسافة بينهم الاول كانت متر بقى كم مسافة بينهم بقت ثلاثة دي بعد ثانية هتمشي خمسة متر دي هتكون جات هنا فبقت مسافة بينهم خمسة يوم مسافة بينهم عمالة تزيد بس خد بالك الثانية اللي بينهم هتفضل ثانية يعني لو كرة دي خبطت في الارض بعد ثلاث ثواني كرة دي هتخبط في الارض بعد اربع ثواني بعدها بثانية وبذي جرافي بريزنت اتشينج افلوست افزا جير ازا تراني من ستريت ريس تراك و ازا تايم السرعة كانت بتزيد تزيد 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 وبقى كده السرعة سبتت يعني هنا بوست افاكسيليشن هنا مفيش افاكسيليشن كانت السرعة عملها كانت السرعة كونستانت افزا جير لكوفرد ديستانس ديس بريزنت سوري 200 ميتر في 25 ساكن which is the following choice is correct الطايم 25 عايزة يعني السرعة في اللحظة دي يبقى هاجي في السرعة 25 اشوف السرعة كانت كام السرعة كانت 10 طب والأفراج بلوستي هتبقى توتال ديس بريزنت على توتال تايم وهم الدهولي هيطلع تمانية يبقى اللي جابة C object move بقى لوج circumference of circle such as displacement after half cycle is 2π هي بعد half cycle ادت ديامتر يعني 2R طب أما نساوي 2π بال2R أنا اكتشف راح اتماعه 2 هو عايز بقى cover the distance بكام طيب الدستانس بتاعت نص لفه equal by R البي زي ما هي ونشيل الR ونكتب باي كمان فبقى باي power 2 the statement that does not express the action and the reaction force is هو الaction و الرياكشن لازم يبقوا equal opposite and direction ومن نفس النوع وبيسره على جسمين مختلفين طيب المجنيتيود يعني القيمة بتاعتهم بتاعت الaction equal المجنيتيود بتاع الرياكشن دي صح action force opposite to the reaction force and direction دي صح action and direction act on the same object لا دير لي غلط action and direction have same nature او سيم نوع A NASA's base agency communicate with astronaut through radio wave وكالة NASA بتابعت لرائد الفضاء من خلال radio wave time taken by the transmission from earth and receiving on moon 1.28 second that time and the radio speed is 3 September 8 عايز the distance طبعا السرعة سابتة يعني ما قدمناش غير VDT وهو عايز distance طبعا ايكر الفلسطي في الطايم يعني 3 time 10 bar 8 في 1.28 هتطلع لحضرتك 3 8 4 time 10 bar 6 6 meter الاجابات كلها بالكيلوميتر يبها درب death 10 bar negative 3 عشان تطلع الاجابة التانية velocity time graph that describes the motion of the body start motion from initial velocity which does not equal zero طب هي هنا equal zero وهنا equal zero فمناش دعوة ولا B ولا D وماشي بيونيفورم بص velocity يعني السرعة بتزيد طب هنا عنده initial velocity والسرعة بتزيد يبقى هنختار C X 250 ميلي سكند وال Y 1500 مايكرو سكند وعايز الاجابة بالسكند عايز يعمل X plus Y بالسكند طب 250 ميلي تدرب في كام في نيجاتيف 3 والمايكرو بتدرب في كام في نيجاتيف 6 اما تيجي تجمع دول ايطلع لك الاجابة 25 وبعدها 15 اللي هي اول اجابة كام كام طبعا الفريكشن فورس بيأثر على العربية لو دي العربية مع الاتزار لشكلها الفريكشن فورس مع الهوى مثلا هو قال لك 1500 نيوتن واتجاه الورا لازم يبقى الانجين مطلع 1500 نيوتن عكس الاتجاه اللي هو قدام عشان كده الريزولتن فورس طب زيرو وبالتالي يفضل ماشي بسرعة ايه ثابتة يبقى 1500 نيوتن واتجاهها لقدام object moving uniform acceleration according to the relation ومدينة t equal to root d على ثلاثة t و d ده كده في الاكويشن التانية الاكويشن التانية الاكويشن التانية دي اللي هي d equal v initial t plus half a t bar 2 يبقى انا عايزي تدي في طرف الوحدة نودي السري الناحية تانية من التوبلاي والتوب الدفايدد فتبقى 3 t على 2 equal root d نعمل power 2 عشان نخلص من الroot فبقى 9 t power 2 على 4 equal d نكتبها تحتها هنا ادي دي التى تحت التى وجنبها 9 على 4 والd تحت الدى طالما دي t bar 2 ودي t bar 2 يبقى ها في acceleration 9 over 4 ها في acceleration 9 over 4 يعني acceleration before point 5 والv initial تحتها فاضي يعني v initial zero add two givens من قال لك ويرزا دي بتتقاس بالمتر والt بالsecond عايز فلوس t كام بعد سنتين عايز v final بعد time two seconds كده هنستخدم انهي equation هستخدم الاولى v final equal v initial plus 80 ونعوض هتطلع الاجابة 9 meter per second car moving straight line uniform acceleration where is the velocity change from 10 meter per second to 90 kilometer per second in 20 second عايز acceleration طيب v initial 10 meter per second v final 90 هنعملها divide 3.6 عشان تحول meter per second ومعنا time 20 دي هتطلع calculator 25 طب قانون acceleration v final minus v initial time v final 25 v initial 10 and time time 20 هتطلع 0.75 و boost طبعا عشان السرعة زادت x plane the decrease and velocity the object the projected vertically upward third vanish هو احنا ليه اما بنحدف حاجة الفوق سرعتها بتقل هو acceleration اللي هي ماشية بيها هي relaxation due to gravity واتجاهها downward و velocity اتجاهها upward هقول له because the direction of motion اتجاه الحركة is opposite to direction of acceleration acceleration ما اقولوش acceleration بس اقول له acceleration due to gravity عشان يبقى عارف ان انا معارف ان الكرة دي وهي بتحرك up and down هي بتتأثر بالج بالج so the velocity decreases وكتب له بين كوسين negative acceleration acceleration هو لا يبقى كوزين يعني هاجي يقول له horizontal component هيبقى 50 sorry هيبقى 16 كوزين 50 وال vertical component هيبقى 16 sine 50 عشان معهوش angle ده هيطلع 15 point nine three nine unit طبعا وده هيطلع 12 point two five six unit عشان هو هنا كاتب لي ان هو 16A unit what happened if the body projected by angle 75 مع الهوريزونتل وبعد كده projected مرة كمان same initial speed بس by angle 50 مع الهوريزونتل هقول له since in 75 plus 15 equal 90 therefore the two balls have same horizontal displacement اللي هي range طبعا ما تكتبش باختصارات زي ما انا مكتب اكتب اللي جابة كاملة انا مكتب باختصار عشان خاطر الوقت اوزة فجار اوزة فجار the path of the stone that is projected vertically upward by three similar windows that are equal distance from each other يعني في كورة تحدفت لفوق عدت على الويندو دا والويندو دا والويندو دا والويندو دا والمسافة بين الشبابيك دي equal the path of the stone طبعا الكورة وهي طلع لفوق the velocity كده كده يعني time اللي هي بتاخده قدام كل ويندو من دول ايه رأيك بيزيد هي هنا عدت بسرعة عشان سرعتها كبيرة هنا اخدت واق تكبر شوية هنا اخدت واق تكبر شوية طب احنا عندنا v final equal v initial plus gt او v final minus v initial equal gt وندنا دا النحط تاني بالنجاتيب يعني دا delta velocity equal gt يعني velocity direct مع time او change for velocity direct مع time فبقى ان time قدام ويندو سري اكبر من time ويندو 2 اكبر من time ويندو 1 يبقى delta v في ويندو سري اكبر من delta v في ويندو 2 اكبر من delta v في ويندو 1 وهي دي الاجابة اوزت فجر اوزت فجر للستيتا فيرنر كاليبر يوزتو ميجر ريديس اوف متالك سيلندر عايز يعرف الميجرد فاليو بتاع السيكنز بتاع السيلندر كام طبعا هناخد الرقم الاصغر ده وهنلاقيها ما بين الشرطة الستة والسبعة هناخد برضو الرقم الاصغر وهنيجي هنا نلاقي ان رقم ستة هو المتطابق مع الشرطة اللي فوق يبقى احنا كده جبنا الميجرد فاليو ب 3.66 قال لك عايز الريلاتف ارور بتاع الميجرمنت لو الاكتشوال 3.68 يبقى اول حاجة هنجيب الابسوليوت ارور اكس نود مينس اكس يعني 3.68 مينس 3.66 هيطلع 0.02 سنتيميتر والريلاتف كده كده كانت دلت اكس على اكس نود يعني 0.02 على 3.68 يعني هيطلع 0.00 542 لو ضربناه في مية بقى 0.542 بيرسنت لازم ادير الاجابة بيرسنت ومش بالبرسنت عشان هو ما حدد ليش باسكتبول ماتش بلاير ثرو ابول مدينا ان الرنج بتاعها 7 متر ومدينا ان الانجل 30 مع الهوريزونتل وعايز بلاير ثرو لحد موسة التارجت عندنا في قانون من قانون الرنج كبير كده كوزين سيتا سين سيتا على الجي الرنج 7 ودي نيجاتيب 2 اللي اعزينها كوزين سيرتي ولازم تقفر كوس سين سيرتي ولازم تقفر كوس والجي من اللي هنه بتنبس نحطها بنيجاتيب عشان الكورة طالع الفوق اتطلع اتطلع 8.99 متر بالسكند عايز بعد كده الهيط كان قانونه نيجاتيب في نيجاتيب وي بار 2 على 2 جي الفي نيجاتيب الفوق في نيجاتيب سين سيرتي يعني نعمل هنا نيجاتيب وبين كوسين كده 8.99 سين سيرتي بار 2 على توف نيجاتيب 10 هيتطلع المكسوم هايت 1.01 متر اكار اسبين 3 hours during a trip بالستريتلين افراج بلوستي 1st hour 90 والافراج بلوستي during the last 2 hours كانت فيه وقال لك الافراج بلوستي بتاعت كلها 75 عايز يعرف الفي دي بكام يعني احنا عندنا عربية مشي 3 ساعات اول ساعة اول ساعة كانت كانت الافراج بلوستي 90 كيلومتر براور والساعتين التانين كانت فيه وبيقولك الافراج في 3 ساعات كلهم كانت 75 كيلومتر براور ايه المشترك ما بين التلات جمل دول ان المسافة الاولانية دي بلاس المسافة التانية اكوال المسافة بتاعت الرحلة كلها مسافة الرحلة كلها اكوال دي بلاس دي 2 واحنا عارفين ان الفي اكوال دي على تي ايه دا ايه يعمل في دي تي دا ما يبقى السرعة ثابتة ما هي الافراج بلوستي دي هي كونستانت بلوستي يبقى ادي دا في في تي وده في تي وده في تي الفي هنا خمسة سبعين والطايم كله 3 الفي في الحتة الاولانية كانت 90 والطايم واحد الفي في الجزء التاني معرفوش والطايم باتنين هتطلع الفي 67.2 كيلومتر براور دي لها سئلة بتاعت الامتحان التاني لو فيها حاجة مش واضحة فبقى تقولي على الواتساب واستنوا بقيت الامتحانات ان شاء الله سلام عليكم